بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر في الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبناء طلاب وطالبات الصف الأول متوسط من معاهد وبرامج التربية الفكرية معي أنا الأستاذ ماجز الحميدان في درس جديد في مادة التربية البدنية وهو درسنا لهذا اليوم وهو رمي الكرة تجاه الهدف في كرة اليد في الدرس رقم خمسة يا أبطال قوانين التعلم عن بعد كلكم أبطال وحفظتوها أكيد نجهز كتبنا وأدواتنا اللي نحتاجها قبل بداية الدرس نستمع إلى المعلم أو المعلمة بكل تركيز نتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص حتى نحصل على الفائدة كاملة فؤاد ممارسة النشاط البدني يرفع مستوى رياقتك البدنية ويحسن صحة عقلك ومزاجك ويحافظ على وزنك الصحي المناسب ويقيك من الأمراض كالسمنة والسكري والقلب بإذن الله كفان الله وإياكم شرها وخليك قادر على مارسة جميع أنشطك خصوصاً الرياضية يا أبطال فمارس الرياضة دائماً حتى تلعم بحياة صحية وسعيدة بإذن الله إلى ولياء الأمور الأفاضل دائماً نطلب منكم التواجد أثناء فترة البث لتوجيه الأبناء وإرشادهم بما أننا نتكلمنا عن أهمية الرياضة أكيد كلكم أبطال متحمسين من مارسة أنشطة الرياضية على القدمين قف تأكدنا لابسين الزير الرياضي المناسب ووقفين في المساحة الآمنة يا أبطال أول تمريم معناء الجري الخفيف في المكان جاهزين يا أبطال مع بعض تمريم جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين ثلاثة أربع خمس ستة سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية يا أبطال ننتقل للتمرين الثاني تمرين سكوات تفتح القدمين بالشكل هذا يا أبطال باتساع الكتفين أوسع قليلا اليدين أمام مقدمة الجسم لحفظ التوازن والنزول عدة كاملة والصعود عدة كاملة جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية يا أبطال ننتقل الآن للتمرين الثالث تمرين العضلة الخلفية للفخط يا أبطال من خلال مد القدم بالشكل هذا نبدأ بالقدم اليمين عدم ثاني الركبتين كي تكون ممدودة والنزول بالجسم الأسفل والثبات لمدة عشر ثواني جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى يا أبطال واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية يا أبطال أكيد مثل ما أعطينا العضلة الخلفية للفق في العضلة الأمامية أيضا لازم نعطيها تمرين من خلال سحب القدم اليمين باليد اليمين واليد اليسار باليد اليسار نبدأ بالقدم اليمين اليد اليسار أكيد أو بالقدم اليمين عفواً أن اليد اليسار تستند على حائط أو على جسم ثابت حتى لا تفقد التوازن وتسقط جهزيني أبطال ما بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين راثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى يا أبطال واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافي أبطال أدينا تقريباً أربع تمارين في مكان جداً بسيط معناته دائماً نذكر لا يوجد لديك عزر لعدم ممارسة الرياضة مارس الرياضة طوال أيام حياتك يا بطل حتى تعيش حياة صحية وسعيدة دائماً يا بطل خلونا نشوف درسنا لهذا اليوم تكلمنا سابقاً عن كرة رياد وأكيد حفظنا ماذا تعني كرة رياد؟ هي لعبة جماعية يبلغ عدد لاعبية سبع لاعبيين يفوز الفريق الذي يسجل أكبر عدداً من النقاط أو الأهداف هذه كرة رياد أبطال تستطيع أن تتبين أنها صغيرة من خلال السيطرة عليها لأصابع يد واحدة يا أبطال تلعب تقريباً بقوانين تختلف أكيد عن كرة سلة ولكن تقريباً مشابهة من خلال بعض القوانين ومن خلال المشي بالكرة من خلال التمرير وتسجيل الأهداف فتفرق في أشياء كثيرة أكيداً ولكن يا بطل كرة سلة أكيد حجمها كبير جداً فلا تستطيع السيطرة عليها بيد واحدة غالباً لكن في كرة رياد غالباً تستطيع السيطرة عليها بيد واحدة يا بطل كرة رياد يبلغ عدد لاعبيها سبع لاعبين يكون حارس مرمى وست لاعبين لكل فريق يا أبطال بمجموع سبع لاعبين لكل فريق يفوز الفريق الذي يسجل أكبر عدداً من الأهداف طوال شوطي المباراة مدة الشوط الواحد ثلاثين دقيقة يا بطل أشكال التصويب في كرة اليد للتصويب في كرة اليد عدة أشكال أخذنا سابقاً الرمية الجزائية أخذنا قانونها والرمية الحرة من فوق حياة الصد أيضاً تصويب الكرة من فوق الرأس مع الارتكاز أيضاً التصويب السلمية من المشي والجري أيضاً اليوم التصويب الكرباجي من مستوى الحوض أو الركبة التصويب الكرباجي من مستوى الحوض أو الركبة يكون التصويب الكرباجي إما من مستوى الحوض أو من مستوى الركبة ويؤدى وفق الوصف الفني التالي استقبال المهاجم للكرة باليدين التحرك ناحية الذراع الرامية مع أخذ خطوة بالقدم اليمنى للأمام يعقبها خطوة بالقدم اليسرى قدم الارتكاز معناتها مثلني هنا يا أبطال بعدما أستلم الكرة أني أخذ خطوة بالقدم اليمين بعد ذلك اتجاه مسكة الكرة فإذا كانت أكيد باليمين نتجه لليمين بالقدم اليمين بعد ذلك قال قدم الارتكاز وهنا مثل أنه قدم الارتكاز اليسار فلو كنت أكيد أيمن راح تبدل تكون الخطوة الأولى باليسار وقدم الارتكاز تكون القدم اليمين وهذه النقطة رقم واحد خطوة رقم اثنين سرعة القيام بأداء الحركة التمهيدية للتصويب التي يدور فيها أعلى الجذع مع وجود انثناء خفيف جهة اليمين ومسك الكرة باليد الرامية معناتها تكون الكرة فيها أعلى الجذع يا أبطال مع وجود انثناء خفيف يا أبطال وتكون أكيد خلف الجسم ويكون أيضا الذراع الرامية خلف الجسم ويكون الاستعداد للتصويب يا أبطال من خلال مسك الكرة باليد الرامية إما اليمين أو اليسار ثلاثة أرجحت الذراع خلفا ثم تحريكها للأمام للتصويب على الهدف يعني معناتها مرجح الذراع للخلف ثم نحركها الأمام للتصويب على الهدف مع الارتكاز على القدم اليسرى معناتها أن إذا ارتكازت على القدم اليسرى ومسكت الكرة باليد اليمين أكيد يا أبطال ستعود يد الخلف في الشكل هذا استعدادا لرمي الكرة بشكل كرباجي من مستوى الحوب أو الركبة يا أبطال أربعة التصويب مع الاحتفاظ باستقامة أعلى الجذع معناتها يا أبطال نصوب والجذع يكون مستقيم يمنح التصويب أكيد مزيدا من عنصر المفاجأة بالرغم من افتقارها لعنصر القوة أي أن التصويب الكرباجية يا أبطال لا تعتمد على القوة كثر ما تعتمد على وضع الكرة بمكان مناسب للتصويب بشكل صحيح وتسجيل النقاط فيكون استخدام المهارة بالشكل هذا حتى نموه على أكيد الحارس أو على المدافعين أني راح أصوب بشكل ثم يتم تغيير الشكل إلى التصويب الكرباجي ووضع الكرة في المكان المناسب لتسجيل النقاط خمسة التصويب مع ميل الجذع ناحية الذراع الرامية ومد الذراع واليد الممسكة بالكرة في مستوى الركبة أو أقل مما يسمى في إكساب التصويب قوة أكبر يا أبطال التصويب يكون يا أبطال يميل الجذع يميل الجذع اتجاه اليد الرامية أكيد دائما يا أبطال حتى يكون التصويب بشكل أكبر يا أبطال خلونا نشوف نموذج لأداء المهارة نشوف هنا كيف واقف المدافع نشوف كيف أخذ خطوة وبعد ذلك التصويب من مستوى الحوض تقريبا يا أبطال نشوف الكرة أكيد ما فيها قوة مثل التصويب السلمية أو من التصويب فوق حائط الصد هنا لديه ثلاث خيارات إما يصوه فوق حائط الصد أو بجانب حائط الصد أو التصويب الكرباجي من مستوى الحوض أو الركبة هنا استخدم التصويب الكرباجي نشوف كيف فضعها لما حصل أكيد زاوية فاضية وأمامه مدافع هنا خلاص لا يستطيع أداء التصويب السلمية من المشي أو من الجري ولا يستطيع التصويب من فوق الرأس فاستخدم التصويب الكرباجي من مستوى الحوض نشوف هنا يا أبطال مجرد وجود المدافع أمامك تختار الزاوية الفاضية والتصويب اتجاه المرمى يا أبطال مراجعة لدرسنا لهذا اليوم يا أبطال سؤالنا الأول عدد لاعبي كرة اليد لكل فريق ذكرنا سابقا أنه لا تبدأ المباراة إلا بوجود عدد معين لكل فريق يا أبطال فعدد لاعبي كرة اليد لكل فريق يبلغ كم يا أبطال نشوف الإجابة مع بعض 7 لعبين أكيد يا أبطال تبدأ المباراة بوجود 7 لعبين لكل فريق منهم حارس مرمى وست لاعبين لكل فريق معناتها بمجموع سبع لاعبين لكل فريق السؤال الثاني الفيديو المرفق هو لمهارة التصويبة هل هي السلمية من الجري أم الكرباجية أكيد كلكم أبطال أصبح لديكم تصور عن أشكال التصويب فالتصويب السلمية تعني القفص قبل التصويب وتكون أيضا من وضع الجري أبطال وليس مثل ما نرى تقريبا من وضع الماشي أو الثبات ونرى تصويبها من مستوى الحوض وتصويبة جدا خفيفة أكيد نخادع فيها المدافع أو حارس الفريق المنافس لوضع الكرة في المرمى فالفيديو المرفق هو لمهارة التصويبة الكرباجية في كرات اليد أبطال أبطال إجابة صحيحة في ختام الدرس يا أبطال تأكد أن مهارات كرة اليد جدا كبيرة كما الجانب القانوني جدا واسع وكبير يجب عليك ربط الجانب المهاري بالجانب القانوني الذي يتحدث كل فترة أكيد يا أبطال وأكيد كذا رح تكون لاعب مميز دائما يا بطال أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا استمتعتوا معنا في درسنا لهذا اليوم أستودعكم الله الذي لا تضيع دائعه في أمان الله